اهلا بحراتكم من جديد واخر جزء فقراتنا النهاردة وبرنامجنا النهاردة الاهلي خط احمر وهي الجزء التاني من رومونتادة الحقيقة بما اننا في اسبوع دلوقتي منتخب قومي ومنتخب اولمبي فكان في بعض الحاجات اللي بتتردد دايما عند اختيار الموديل الفني للاعيب المنتخب ونطلع نسمع نغمة بياخدوا لعبين من الاهلي ما بياخدوش لعبين من الزمالك لعيبة بتتجهز للنادي الاهلي واخر مثال قهربة لا حارس الاهلي ما يستحقش لروح كاس العالم زي شريف اكرامي لا جنش هو اللي يستحق انه يقف امم افراقيا وكلام كبير جدا بيتم ترديده دايما عند اختيار قيمة المنتخب المشاركة في اي بطولة او المشاركة في اي مباراة والحقيقة اي كلام بيتقال النهاردة اعتدنا دايما انه يكون لي جزور والحقيقة كمان انه جزوره لما تكون طلع من اللعيب ينادي الزمالك انفسهم بيبقى الامر محتاج نرد عليه عشان نقضي تماما على الفكرة دي تعالوا نشوف فيديو لكابتن طارق يحيا ونرجع نعقب عليه مش كنت من جيل تسعين فعلا صح بيقوله رحت كاس العالم ليه والله اي ما اعرف ليه بجده الله والله اهل الزمالك اهل الزمالك اه هي اهل الزمالك انت كنت ساعتها ما روحتش الزمالك اهل الزمالك طب اما ليه مرحتش ليه عشان مدير الفني اهلاوي لا لا او الله العظيم هي كانت كده كابتن انا كنت حسنا دي فني كابتن محمود الجهاري بس كابتن محمود الجهاري لا ارحمه كل التقدير والاحترام يا رب ليه وصيرته زكية ومدربين المحترمين انا بقدرهم محترمهم يعني اي انما انا مرحتش عشان هنزم الكاوي طب وعشان مياه كان زمالكاوي روحتش نوس انجلش عشان هنزم الكاوي انا بقوله الكلام ده استحاصل دامي او كابتن طريق بيقسم بالله ان هو مرحش المنتخب عشان هو زمالكاوي برغم ان هو لو فقر ان فيه قيمة المنتخب ده راحت كاس العالم فيه ست لعبين من زمالك كابتن ايمان طاهر كابتن اشرف قاسم كابتن احمد رمزي الكابتن اسماعيل يوسف كابتن جمال عبد الحميد كمان الكابتن هشام يكن ده مش كده بس ده كمان حصلت وقعة شهيرة جدا في قبل معسكر المنتخب اللي صعد لكاس العالم هو اندمام الكابتن مجد طلبة اللي ما انضمش مع الكابتن محمود الجهري في اي مباراة صحيح وقتها كان محترف لكن هو كان وقتها ابن من ابناء نادي الزمالك فاعتقد الكابتن محمود الجهري مش هيضم كل اللاعبين دي وييجي مع كابتن طرق ايحيا وما يضموش نفس الامر اللي قال ان الكابتن طرق ايحيا ما انضمتش برضه ولوس انجلوس عشان خاطر انا اهلاوي والمدرب كان الكابتن عبدالصالح الوحش والحقيقة القيمة كانت 17 لعب يا كابتن طرق والحقيقة كان موجود في مكانك كابتن مختار والكابتن عماد سليمان اللي هو ابن النادي الاسماعيلي فبالتالي كان لازم المدير الفني يفكر في لاعب يقدر يقوم باكتر من دور واكتر من مركز عشان كده تم استبعاد الكابتن طرق ايحيا واعتقدهم ضموك لمعسكر المانيا مع الكابتن طهرة بوزيد وكمان لما رجع وكان فيه هديال حضرتك وكل اللاعبين المستبعدين زي الكابتن اكرامي اللي كانت صاب قبل السفر بيومين او ثلاثة موضوع كبير دايما نفارس لكن لما يصدر على لسان لعب ونجم كبير وكابتن من الكبات النادي الزمالي كان لازم نبقى فيه وقفة شفاية اكيد يا احمد واعتقد ان الاجابة الحقيقية لكابتن طرق ايحيا كانت في اول سانيتين اللي قال فيهم يعني الاسباب عدم انضمامه والله ما اعرف اعتقد ان فيما بعد كابتن طرق بدأ يسرد اسباب هي فكرة تبلورة نظرية المؤامرة فيلا نقولي الاسباب دي اللي هيأكل لنا ده الفيديو اللي هنطلع نشوفه اللي كان فيه كتير من المعلومات الخاطئة نطلع نشوف الفيديو لان انا هقولك الحاجة انا 89 يا ابراهيم كنت هداف الكاس مصر وكنت واخدين دوري وكاس وافريقيا ووسوق وبتاعد نص الدنيا وانا قاسم مشترك اعظم في كل هذه المباريات وكل هذه المطلعات فاهمني ومع ذلك بروح تشكسر علي انا امار اسمع الحكاة دي اه والله العظيم فهي قصة انا ترجمتها كده وهي متترجمش اللي كده لان فيه لعيبة فيه لعيبة يعني مع تقديره واحترام ديهم كانوا مصابين وخدهم وخدوهم بس كانوا ينتمون زمين لا مش اقول يا اسمع ما نسعى هو كابتن طارق يحيى اقسم انه كان هداف كاس مصر موسم 89 ويمين على يمينك كابتن طارق حضرتك ما كنتش هداف مصر كاس مصر موسم 89 حضرتك موسم 88 كنت هداف كاس مصر برصيد اربع هداف منهم هدف بضرب الجزاء وما بين موسم والتاني طبيعي جدا اللاعب مستوى ممكن يتراجع خصوصا انه اكيد كابتن محمود الجواري كان عنده فلسفة في اختيار اللاعبين وفقا لاحتياجاته الفنية والاهم كمان من ده انه موسم 89 كان هداف الدوري المصر على سبيل المثال لعب المحلة محمود المشاقي وما تمش اختياره لقيمة كاس العالم او وقعش اختيار كابتن محمود الجواري عليه اذا الموضوع مالوش علاقة يعني مفارقة غريبة جدا انا هداف كاس 89 وبقى لازم بقى وجود في المنتخب هو اصلا حضراك مش هداف 89 فاذا الفكرة كانت بتروح في حتة انا ابدأ استرسل في اسباب قد تبدو كمظلومية اللي يأكد ده الجزء التالي من كلام حضرتك وهو ان كابتن محمود الجواري ضم لعبين مصابين من النادي الاهلي على حساب حضرتك طيب تعال نشوف في المباراة الحاسمة ممكن نعرض الفيديو واحنا بنتكلم لانه غير صوت كابتن اشرف قاسم وهو نازل من الاوتوبيس الخاص باللعبين في مباراة الحاسمة في تصفيات مونديال 90 وهو على عكزين اذا احنا هنا ما فيش اي شبهة مجاملة للاعبين نصابين من النادي الاهلي او ان حضرتك تم تعرضت لوقع الظلم في عدم انضمامك اعتقد يا كابتن طارق كان الموضوع واضح من كلام حضرتك واعتقدش يا احمد ان الموضوع توقف عندهن لا انت قلت نقطة ان هو يمين على يمينه ما كان هدف كاسل ده كمان يمين على يمينه ما سجل هدف اصلا في المسابقة دي اه ما سجلش هدف في المسابقة دي مشكلة وبس ده الكابتن طارق يعني اتكلم في معايد كتير جدا قال النص الدنيا والي هي البطولة الافريقى السوية اساسا هو كان واخدينها 87 واخدين بطولة افريقى كان 86 انت ما بتخيلها كابتن طارق انت بتتكلم او بتحاسب مدير فني على مستوىك سنة 86 مش معقولة بجد يعني ارقام غير طبيعة جدا لكن الحقيقة كابتن طارق انت ما خدتش بالك ان حضرتك اصلا جبت الحل اللي يقفل الموضوع ده كله تعال نسمع ده الفيديو ده نشوف الموضوع هينتهز ازاي اه بادر رجب انا وبادر رجب مشينا قبل السفر باربعة عشرين ساعة من معسكر اسماعلي تمانية واربين ساعة عفو تمانية واربين ساعة بالزبط ده كابتن محمود الجوري كان عنده موضوع الغالي في الزمالك ده هو كابتن بدر رجب ده كان بلعب الزمالك برضه يعني انت كابتن طارق بتقول انا وكابتن بادر رجب مشينا قبل تمانية واربين ساعة من المعسكر حضرتك مش واخد بالك ان كابتن بدر رجب ده أحد النادي الاهلي ده كابتن بدر رجب يا كابتن طارق لا بالمباراة الحصمة مصر و الجزائر يعني راجل شارك في الصعود في آخر مباراة في كاس العالم لها مصر وجزال لها كانت في القاهرة شارك في المباراة ومع ذلك تم استبعاده هو يقول ايه يا احمد انا عندي رأي هو الجملتين اللي في الاول دول اهم سانيتين في الفيديو اهم من كل حاجة فيما بعد بتاعت والله معرف لو كابتن طارق كان وقف عند النقطتين دول كان خلص لنفسه القصة انما خد مجموعة من الادعاية 86 وانا هدف الكاس وكان بدر رجب مصاق في نقطة كمان مهمة جدا انا وكابتن طارق بيقول انه دايما عنده الزاكرة مش في قوة كانت تكلم عن ازمة بين كابتن محمود الجهري وماتش هتزال كابتن طارق يحيا في 94 فقال لك انا جبت الاسماعيل وكنت جايب نجوم الاسماعيلي وطبعا كان من نجوم الاسماعيل وقتها كابتن عيماد سليمان وكابتن حسن عبد الرب كابتن حسن عبد الرب وقتها كابتن طارق كان عنده 10 سنين وعلى فكرة كابتن طارق يعني اعتقد ان استبعاد لاعب او انضمام لاعب من حق حضرتك تكون تتبدي حزنك على عدم تواجدك في بطولة زي دي وده شيء طبيعي جدا ونقدره جدا ولكن دون اسباب ليس لها اي محل من الاعراب ولو عايزين بجد يا احمد نتكلم في مين تضرر من اللاعبين الدوليين والعدد الاكبر ما هو فيه ضريبة اه فعلا النادي الاهلي كان بيروح منه عدد اكبر من اللاعبين وهذا ليس مجاملة للنادي الاهلي لان ده دوره طول عمره مع المنتخبات الوطنية ولكن كان التمن غالي وعمرنا ما عملنا منه مظلومية مش بنعمل كده هنا ولكن احنا عايزين نقول قدين نادي الاهلي بيعي تماما دوره الوطني بطولة الدوري 84 النادي الاهلي خسرها في المباراة الاخيرة من الدوري بفارق نقطتين عن نادي الزمالك دوري 84 المباراة انتهت بالتعادل 2-2 مع نادي الزمالك عايزين نقول ان كان فيه خمس لاعبين من النادي الاهلي تم استدعاق لهم للمنتخب عشان اولمبياد لوس انجلوس عايزين نقول مين الاسماء الخمسة كابتن ربيع ياسين كابتن مجد عبدالغني كابتن محمود الخطيب كابتن مصطفى عبدو كابتن طاهر أبوزين خمس لاعبين من النادي الاهلي بثقل انا اسف يعني اللاعب فيه مش المنتخب مش يشيل فرقة عايزين على الجانب الاخر الزمالك اربع لاعبين كابتن عادل المأمور ولهم كل الاحترام كابتن بدر رجب كابتن ابراهيم يوسف كابتن بدر حامل نتكلم الاربع لاعبين دول انتهت المباراة بتعادل اتنين اتنين وكان نادي الزمالك فيه لاعبين اقوياء جدا في تشكيل المباراة دي زي كابتن شامياكان كابتن أشرف آسن كابتن فاروق جعفر كابتن جمال عبدالحميد ايمانويل كاورشي وكابتن طارق يحيا نفسه اذا على الجانب الاخر نادي الزمالك بشكل او باخر استفاد من عدم انضمام نجوم عنده في الفريق وطبعا كل الاحترام لفريق النادي الاهلي اللي خاض المباراة ولكن انت تحرمت من لاعبين بيصنفوا كميجاستار لاعبين قدرهم محدش يقدر يتكلم عليه ولا يشكك فيه وكانت بطول الدوري دفع ضريبتها النادي الاهلي دون اي مزايدة وبنؤكد ان احنا مش بنقول هنا ان النادي الاهلي حيفضل بيساند المنتخب ودور الوطني احمد لن يتخلى عنه ابدا دون اي مزايدة على اي طرف ده دي 84 كمان كان لي فيها اسباب تانية كمان لان كان مضرات الدوري الاول بين النادي الاهلي والنادي الزمالك الحكم المصري الكابتن سمير عثمان الغى هدف صحيح جدا باعتراف الصحفي اسماعيل البارز الوقتها ان الهدف صحيح تماما ومين اللي لغاه الكابتن سمير عثمان اللي بعض الجامعير الزمالكية كانت بتدعي ان الكابتن سمير عثمان بناء انا لو مدخل مع الكابتن متحة شلبي بيجامل النادي الاهلي هو لو عايز يجامل النادي الاهلي هيلغي هدف لو كان تم احتسابه كانت النتيجة هتطلع تعادل واحد واحد وقتها كان النادي الاهلي بالتعادل 2-2 في نهاية الموسم هيحقق بطولة الدوري لانه وقتها كانت بتحسن بالاهداف زي ما في بطولة 88 برضو كانت بتحسن بالاهداف وبرضو النادي الاهلي وقتها كان بيلعب على فرصتين اما الفوز واما التعادل لكن الحقيقة برضو بسبب مشاركات اللاعبين في مباراة أو في بطولة هي البطولة العربية في الأردن وبطولة كانت وداكة ممكن جدا نستنى القرارات دي ونلعب المباراة بالدوليين لكن زي ما حصل في المشوار أو في 84 لوس أنجلوس سفرت البعثة بعد مباراة الآله والزمالك بيوم وترفضوا تماما تأجيل المباراة أو تأجيل السفر اليوم ويشارك اللاعب الدوليين حصل في 88 وتحرم نادي الآله من 9 لعبينهم أحمد شبير إبراهيم حسن حسام حسن علاء ميوب حمادة صدقي طاهرة بوزيد أيمن شوقي ربيع يسين في الوقت اللي اتحرم الزمالك من كابتن اسماعيل يوسف وكابتن شام يكن وأيمن يونس وجمال عبد الحميد الحقيقة طبعا برضو واضح أن الكفة ميلة جدا أو اللاعب عاد لعبين وتأثيرهم في النادي الأهلي أكبر بكتير وكمان مش كده وبس ده الهدف أصلا اللي اتحسمت به مباراة الصعود دي أو اللي قد الفرصة أن الزمالك حقق البطولة دي كان هدف مشكوك في صحته تماما واسأله الكابتن حمادة عبداللطيف نفسه أنت بالفعل الكرة دي فاول ولا حضرتك إذا حلقت وإفتع القرة ولا إيه بالضبط ونسيب الحكم برضو للمشاهد يعني دي الكرة اللي جاء منها الهدف التاني اللي أحرزه الكابتن نبيل محمود واللي قرى تماما على أمال النادي الأهلي في الدوري وطبعا حابين نذكر أن في بداية الشروط التاني الكابتن علاء عبدالصادق تم طرده لاحتكاكه بأحمد الشاز اللي أعتقد وقتها مهاجم الزمالك اللي سجل هدف في المباراة دي فدي اللقطة قدامكم وبنأكد أن اللقطة دي هي اللي جاء منها الهدف التاني وطبعا دي كانت آخر مباراة للكابتن إكرامي اللي أنا مسرته بالمباراة دي للأسف آدي الهدف جاء من كرة فاول تماما أعتقد لو حد استفاد من فكرة مدربين ولعبين وانضمامنا لنجوم الأهلي ونجوم الزمالك فهو أعتقد نادي الزمالك لأن الدولي البطولتين الوحيدين الدوري اللي حاكم نادي الزمالك في جيل التمنينات وما أقوى ولكن قدر يحققهم في غياب اللعيبة الدوليين فقط لغير ونادي الآهلي خسر البطولتين دولت وبطولة واحدة فقط لغير مع نادي اللي صالح نادي المؤولين العربي أعتقد حسامنا الأمر تمامنا فارس وأعتقد أن النادي الآهلي هو كمان اللي تتضرر من الحكاية الكابتن تريح وضحنا بشكل كبير يا أحمد ولكن على مدار رحلتنا معاكم النهاردة عرفنا بشكل واضح أن النادي الآهلي مهما مر بأزمات تاريخيا كان لازم يخرج منها وكان عنده القدرة أن يخرج منها وأن شعبية النادي الآهلي بالحقائق على مدار التاريخ أبدا لم ينازعه فيها أحد وأن دور النادي الآهلي الوطني سيبقى الأهلي مؤمن بي وبيساند أي منتخبات وطنية لأنه عارف دوره كويس جدا وحيبقى الأهلي خط أحمر لا يجف أبدا نشوفكو في حلقة جديدة من الأهلي خط أحمر اشتركوا في القناة